أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير سبحانه يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون يرفع من يشاء ويخفض من يشاء فهو الخافض الرافع يعز من يشاء ويذل من يشاء فهو المعز المذل يبسط ويقبض يقلب الليل والنهار يبلي ويبتلي يعطي ويمنع كل شيء عنده بمقدار سبحانه العزيز الغفار خلق كل شيء ودبر كل شيء وقدر كل شيء وبيده ملكوت كل شيء يجير ولا يجار عليه هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء هو الذي بكل شيء محيط ولا يحط به علم لا يحط به علم لا من ملك ولا من نبي فيستوي في عدم الإحاطة سيد الخلق وسيد الملائكة سيد الخلق سيدنا محمد وسيد الملائكة سيدنا جبريل لا يحيطون به علم وهذا خبر والخبر غير قابل للنسخ أو التخصيص أو الاستثناء فسبحانه سبحانه إدراكه العجز عن إدراكه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغرر المحجرين أول المسلمين وأول العابدين الرحمة للعالمين رحمته سبقت غضبه وغضبه قهره فكان ولم يكن شيئا معه بأحديته ثم بعد ذلك غلبت الرحمة على القهر فبطنت الأحدية وظهرت الواحدية فخلق الخلق مبتدئا بالرحمة فالرحمة هي أول ما خلق الله أول ما خلق الله الرحمة خلقها من النور الذي به يظهر مكنون علمه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فمن حيث الحقيقة والوجود والروحانية فهو أول الخلق صلى الله عليه وآله وسلم وبه ظهر سائر الخلق هو أول الخلق ليستمد وبه ظهر سائر الخلق ليمد فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد القاسم لما يعطي والفاتح لما أغلق فقد كان علم الله مغلق ومراد الله مغلق افتتحه به وفتح به صلى الله عليه وآله وسلم فلولاه ما كان ما أراد أن يكون فبه خرج المعلوم المعدوم المراد إيجاده من حيز العدم إلى حيز الوجود على ترتيب فيه حكمة فمن حيث العلم لا أول ولا آخر فالكل يستوي أما من حيث ترتيب الظهور فهناك أول وآخر وترتيب وهناك ماضي وحادر ومستقبل هذا من حيث الظهور أما من حيث مقتدى العلم فالكل عنده ظاهر والكل عنده حاضر فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سراتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وارضى اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وما ولدت إلى يوم الدين وارضى اللهم عن الإمام المهدي الذي به ينصلح حال الأمة في آخرها كمن صلح بجده في أولها والذي يمهد لنزول سيدنا عيسى بن مريم حتى تتضح الحقائق ويزول اللبس في من ادعى فيه الألوهية أو البنوة ثم بعد ذلك يقتل الدجال فلا دجل في حياته بل حق صرف وبركة صرفة وعدل محت هكذا يقلب الله علينا ظلمته الظلام ونهار العدل فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وارضى عن سائر صحابته الكرام واجزهم عنا خير الجزاء نقلوا إلينا أنفاس النبي فلم يقصروا لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة تكلمها النبي أو تصرفها أو تحركها أو حتى نظر إليها بنظرة رضا أو بنظرة عدم رضا إلا وصفوها لنا كأننا نعيش معه رضي الله عنهم وأرضاه وجزهم الله عننا خير عاشوا بأنفاس النبي ونقلوا أنفاس النبي للأمة حتى تصير رحمة ليصير النبي مكلما أمته إلى يوم الدين من خلال أنفاس رواة أحاديثه سلسلة عن سلسلة وطبق عن طبق فاللهم ارضى عنهم يا رب العالمين واجزهم عنا خير الجزاء وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارضى اللهم عنا معهم يا رب العالمين ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وكولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة